طول انتظار تمكن فريق لنبيشلف من حل العقدة ويهدايا انصار انتصارا امام شباب الوزداد فكانت البداية بتزديدة نعمان التي تألق فيها الحارس عسلة وابعدها الى الركنية لكن حارس الشباب لما يتمكن من التصدي لتزديدة اللاعب الشاب سماحي في الدقيقة الثانية والعشرين والذي اهدى على عطري الهدف الاول للولمبي فرحة هسترية لعناصر جمعية لنبيشلف وما يثبت الضغط النفس الذي عان منه هذا الفريق طيلة جولات كثيرة المرحلة الاولى انتهت بالتقدم اصحاب الارد هدف مقابل صفر قبل ان يضيف السم القاتل سماحي الهدف الثاني في الدقيقة الخمسين في شباك فريق شباب الوزداد فرحة كبيرة دائما وهدف حرر فريق اولمبيشلف الذي كاد ان يضيف دافا اخرى امام فرحة عارما لانصار الاولمبي الذين عادوا الى مدرجات ملعب بومزراك بياشلف ثم ساكمبي على الجهة اليسرى وهذه الملاوغة والتزديدة عسلة في المكان المناسب ساكمبي مرة اخرى لكن هذه المرة على الجهة اليمنى يتوغل داخل منطقة العمليات ويسدد الكرة بعيدة نوعا معنى اطار عسلة ونهاية المباراة بفوز تمين لفريق اولمبيشلف الذي لم يتدوق طعم الانتصار منذ الجولة التاسعة امامها وفق صيف فوز منحه التقدم الى المركز ما قبل الاخير بمجموعة 22 نقطة